موسيقى 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 السلام عليكم اسم المهدي القندولي مزداد بتاريخ 8 في شهر 3 1998 وجيت نحكيق واحد القضية لان اتعرضت للنصب من طرف بعض احد الشركات دراجات النارية والتي تنصب على المواطنين ف هذه الشركة هي من ضمن شركات او عصابات وانا اريد ان اقول اسميها اول حاجة انا اريد ان اشكر منبرا فاس نيوز حيث هو اللي قبل ان يصدفني رغم الرفض مجموعة كبيرة الصحافات مبغوش يصدفوني فاش كيعارفوا المسألة في هالنصب ومبينيها اللي رفضات الاخر وقالوا لي على القانون لا يحمي المخفالين فانا كان اشتغل في فلوس ديال هاد الموتو رجمعتها بواحد جهد كبير ما تصورش وهي بني اللي تي اكس ام فأنا شريت شريت الاخر بهاد الكارتجريز هاد الكارتجريز هاد الكارتجريز مكسوبة في هاد الكارتجريز وبطاقة الملكية النهائية يعني أنا شديت الكارت غريزوية بسميتي يعني قرأت شهادة الضمانة وبطاقة الملكية النهائية فشنو النصب؟ علش نصب؟ حيث لاميزون ديال هي لاميزون كينب بن سودا كتبيع المواطر المواطنين ممديونينش جداد ممديونينش يعني فعوطما يخلص الديوان النهار الأول كي يدفع باش الموتور ميدوش في الديوانة ويربح الفلوس اللي هي الديوانة 4000 درهم ما كي يخلصها وكي يبيع الموتور بالتمن ديالوغ في السوق حيث كان مواطنين شركات يبيع المواطر مديونين في أمل لا وحفظة وكينا شركات عصابات من بينهم النصب ف ف الذي تسبب في المعاناة الذي أعاني منها اليوم ف أنا نحكي لكم القصة بعجالة أنا شريت موتور بونو كازيو يعني شريته بمليون وتسعين الفريال شريته من السوق ما زال عندي الورقة وكيني الشهود اللي شاهدي شريتها في النرجيس من السوق شريته بلا بلاكة شريته بلا بلاكة لكي نصيبه لذلك لماذا نصيب له البلاكة النهار الأول أريد أن نصيبها قالوا لي هذا الموتور في 2015 ما تتخرج له 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 ما أمن لماذا ما أتحرك كورونا و العين أشتغل بعض الزلاع يمثل لي وكامك وكامك في الحياة ما تتضبط يمثل لكي كورونا ويضع أنا للوقا المتحدث لا تتخرج لي أعطينا الرفض لأن نسيب أقسم يميناً على أنه قال لي بالحرف أعطينا الرفض ونطلقوك بحرك فقد ذهبت الدولي البوليس الموتوري الفوريان فقد ذهبت لكي نصيب الرفض فقد ذهبت المسائل المستررها معروفة ولكن هذا هو خرج للرفض من الطرف البيبليك فقد ذهبت الرفض لكوميساريات الـ 26 فقد ذهبت ما قال لي كان هذا الرفض بالنسبة لي فقد ذهبت الموتوري ونقرأوا فقد ذهبت المسائلة للرفض تبقى لمقتضاية المذكرة الوزارية جوز 17 الصدرة بتاريخ 2017 أي في الحكومة الحالية حول ترقيم دراجات نارية ذات عجلتين التي يفوق حجم أسطوانتها 125 سنتمتر فإن السجيل هذا النوع من الدراجات الناري من الدراجات لا يتم وفق مستارة تسوية الوضعية هذا هو قرار الوزير يقرر الوزير من الدراجات التي تنصب عليهم أن يشارعون موتور لا يستطيعون حقهم هذا النوع من الدراجات التي تنصب عليهم نفس المشكلة وهذا النداء للناس الذين لديهم هذه المشكلة للموتور القوامة لا يستطيعون يتواصلون معي في صفحاتي في الفيسبوك يتواصلون معي مهدي غاندولي في الفرنسي ونجمعون ونقومون بشكاية كاملين الوكيل الماليك لكي يخرج لنا التعويض في هذه المسألة وأنا المقترح الذي أقترح من سي عزيز أخ النوش رئيس الحكومة هو أنه يستطيع القرار لنصب عليهم المواطنين حيث كان هناك شخصية شركة موتور دوبل في يعني خرجته دوبل في ودوزته مدة وقعت في نفس المشكلة وخرجوا للأخر وما قد شي يأخذ حقه يعني ما عندكش يقدر تأخذ حقه يعني كان يلتجأ القضاء وما قد شي يأخذ حقه يعني ما 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 يمكنش تأخذ حقك في هذا البلاد وبالنسبة للأخر وهو أنها مع التكلفة ديال داب المطلوب مني باش تخرج موتوري ونخلص ديوان ديال ربعالي في درهم ونخلص غرامة مالية عندما أخذ حقه لم أخذ ديوانة نهار لول خلص أنا حتى غرامة وهذه قلوالية في ديوانة قالوا ليش البوليس قالوا ليش قالوا ليش خلاصك تخلص ديوانة ربعالي في درهم وغرامة مالية حيث تدينش نهار لول تلتالاف درهم كيف نتفهم وهي سبعة لف درهم وربعتاشل الف درهم وخمسمائة هي تقريباً جوج الملايين و 30 الفريال يعني غايطة حالية الموتور غلى من كوكون شريته جديد W يعني شراجل فكنت منه يتم الإنصاف ديالنا وناخد الحق ديالنا وبزاف على هذا الحقرة اشتركوا في القناة